و النظام الامتحان و النظام الشهادة بتاعته السلام عليكم و رحمة الله و بركاته اهلا بكم في مقدمة كورس introduction to genetics البلايلست دي فيها كورس بعنوان introduction to genetics او مقدمة في علم الغراسة ففي الفيديو ده هفهمك ايه البلايلست دي او محتواها ايه هنتكلم عن محتوى الكورس و النظام الامتحان و النظام الشهادة بتاعته و ترتيب العناصر فيه او احنا بنشرحه منين و ماشيين يعني ازاي فيه في البداية زي ما انت شايف كده مصدر الكورس ده هو كتاب concepts of genetics طبعا الكتاب ده كبير جدا حوالي 900 صفحة في الشابتس بتوعه فوق العشرين فاحنا قررنا نمشي يعني بترتيب مش بالترتيب قوي بس هنجيب كم شابتر كده منه نشرحهم بدأنا طبعا من شابتر 1 اللي هو زي ما انت شايف على الشمال بعنوان introduction to genetics بدأنا نشرحه يعني نخليه سياق ككورس يعني بحيس يكون معروض قدامكم بشكل كويس هنعرض برضو بعد كده او بدأنا فعلا في تسجيل الكورس التاني او شابتر 2 منه كورس جديد اللي هو القسام الميوزي والميتوزي في شابتر 3 و 4 بيتكلموا عن ماندل فعملناهم ككورس في الوراسة الماندليها للوقت الحالي لسه منزلوش بس في حلقات منه متسجلت فهتبدأ تنزل بالترتيب تمام كده فخلينا يعني وطبعا فيه كتب تانية او كورسات تانية من كتب تانية زي كورس الترمينولوجي من كتاب A to Z of DNA science لكن احنا بنتكلم عن الكورس ده اللي هو مصدره شابتر 1 من كتاب concepts of genetics طيب بما ان الكورس زي ما انت قلت من كتاب concepts of genetics وشابتر 1 والكتاب available اللي انا حملوه فليه اشوف الكورس يعني ليه مقراشنا الكتاب فهنا باختصار لان اراءة الكتاب مش زي ما ممكن تتخيل انت ممكن تلاقي الصفحة الوحدة او نص صفحة معمولة كمحاضرة هنا واحيانا بخرج من الكتاب طيب يعني كده الكورس او محتوى من الكتاب ولا من برا الكتاب لا هو كتسلسل وترتيب ومحتوى لا من جوا الكتاب سلسل الكتاب في نوقات مش موضحها في نوقات مش متكلم معنا بالشكل الكافي فبحتاج اخرج برا علشان اشوف مصادر التانية علشان اشوف المعلومة دي واكتبها بشكل اوضح تتناسب مع الكورس اللي هو introduction او احيانا بخرج برا الكتاب بس ملتزم بصياقه يعني فممكن نص صفحة او صفحة تاخد رأي يوم اثنين اسبوع ممكن صفحة تاخد اسبوع المواضوع ده حصل اكتر من مرة فالمواضوع بيتلخص لك كله في ربع ساعة او عشر داقة او نص ساعة لحسب يعني مدة المحاضرة مدة المحاضرة زي ما قلت حالا بتكون من عشر دقيق لنص ساعة مش بتزيد عن كده ويعني غالبا مش بتقل عن كده نتنقل لنقطة تانية وهي الشهادة بتاعت الكورس ستجد في المحاضرة الأخيرة وفي محاضرة المراجعة ستجد لينك متحان بيكون محدد بوقت المتحان اونلاين وينفع تدخل مرة واحدة بس لازم تكتاز فيه فوق 85% بتكون سايب باناتك الاسم والرقم الواتساب والميل بنبعت لك الشهادة يعني soft as a bdf تكون فري طبعا بعد ما تعدي نسبة ال 85% طيب لو ما عدتش 85% فبتعيد الامتحان تاني لكن بعد اسبوع وبنتواصل معك او احنا اللي بنتواصل معك علشان نفتح لك الامتحان تاني بعد الفترة دي ده بالنسبة للامتحان والشهادة بتكون طبعا فريق اما لو عايزها نسخة مطبوعة فده ما فيش مشكلة برضو بننسق معاك وبنقدر نوصلها لك مطبوعة نيجي نتكلم لنقطة الاهم وهي محتوى الكورس الكورس سبع محاضرات طبعا انت لو دخلت البلايلست هتلاقيها مش سبع فيديوهات هتلاقيها ممكن عشرة ممكن حضاشرة ممكن اكتر فده ليه ده لان السبع محاضرات مش شاملين الفيديو اللي قدامك ده السبع محاضرات هم المحتوى هم الشرح بس طيب ده introduction يعني انا بعرفك الكورس محتوى ايه فالفيديو ده مش محصوب من السبع في فيديو تاني اللي هي المحاضرة صفر هتلاقييني بكلمك عن الكتاب ودي هتكون ثابتة في كل بلايلست لكل كورس من الكتاب ده بنتكلم عن الكتاب والمؤلفين بتوعه ومحتوى بالزبط والكلام ده كله فدي برضو مش محصوبة من المحتوى في محاضرة زي ما قلت revision مراجعة مش محصوبة من المحتوى بنتلخص فيها اللي تألف الشابتر كله في محاضرة ممكن تكون محاضرة اسئلة لحد النهاردة انا بسجل الفيديو ده محاضرة الاسئلة ما تسجلتش بس ممكن محاضرة اسئلة يعني تتسجل بعد كده فهتلاقي اكتر من فيديو فعلشان تكون خلصت الكورس وعلشان تحلل الامتحان وعلشان نقول ان ده محتوى الكورس انا ملزم بايه ملزم بالسبع محاضرات اللي هما بيبقوا مترقمين زي ما هتشوف او زي ما انت شايف في البلايلست من واحد لسبعة لان الفيديو ده ترفع بعد ما حلقات الكورس كلها ترفعت اصلا تمام كده اعتقد كل النقاط كلمنا فيها نقص حاجة واحدة بس اللي هي الاهم طبعا نتكلم بقى عن محتوى كل محاضرة بحيث لو انت شايف ان الكورس يعني مش مناسب للي انت بتدور عليه ما تشغلش نفسك انك تتفرج عليه كله الكورس زي ما قلنا سبع محاضرات بخلاف اي محاضرة بقى مقدمة مراجعة ايان كان توضيح فاحنا معانا الاساس سبع محاضرات المحاضرة الاولى history of genetics ودي بنتكلم فيها عن تاريخ الوراثة مش من اول مندل نحن بنقف عن دي مندل يعني بنتكلم من اول ما قبل الميلاد بقى يعني نظريات وبنحاول نعرف الناس عارفوا علم الوراثة امتا وايه الادلة على كده النظريات اللي اتعملت زمان توضح مفهوم الوراثة من الاف السنين وصولا الى مندل ده ملخص محاضرة history of genetics وتعتبر الاطول في الكورس لانها حوالي 32 دقيقة بعد كده المحاضرة التانية بنتكلم عن الوراثة لما تنقلت بقى من مندل للدين يعني ايه يعني مندل كملخص البيبر بتاعت او الابحاث اللي اشتغل عليها ان الصفات الوراثية بتتنقل من جل التاني عن طريق حاجة اسمها هو ما يعرفش اسمها بس عن طريق زوج من الحاجات اللي احنا اكتشفنا بعد كده ان هي الجينات في زوج من العوامل بين الاصفات دي من الاجيال دي لالاجيال اللي بعدها والموضوع بيتنقل بشكل منظم مش عشوائي ده كان ملخص كلام مندل طيب الجين والجينوم والدين ايه والبروتين والكلام ده كله اتعرف امتى بقى بعد مندل طبعا ففي المحاضرة دي بنتكلم في الفترة اللي هي من مندل لحد ما بدأنا ندخل في الدين ايه المحاضرة الثالثة بقى بنتكلم عن discovery of double helix خلاص بقى اكتشفنا الدين ايه المحاضرة دي دسمة جدا وامتع واكبر محاضرة يعني مش طويلة في المدة بس محتوى تقيل جدا بس عمرك ما تنساه نكلم فيه عن اكتشاف الدين ايه بنتكلم فيه عن البروتين نكلم فيه عن امراض وراسية معينة بتعلقة او بتربط ما بين الجينو طيب والفينو طيب بنتكلم عن الانزيمات لا محاضرة تقيلة تقيلة يعني بس يعني تقيلة ومش رخمة في نفس الوقت وده اللي هتكتشفوا لما تيجي تتفرج عليها محاضرة الرابعة بنتكلم عن technology مهم جدا اسمه recombination dna وده تقريبا ساكنت كلية علوم زراعة biotechnology صيدلة اي ان كان طب اي ان كان اللي بتاخد فيه biology وخصوصا genetics مفيش تقريبا مادة ليه علاقة بالgenetics ما تكلمتش عن recombination dna من اول introduction to genetics مثلا genetic engineering cytogenetics اي ان كان microbial genetics هتلاقي داي من recombination dna موجودة فده احنا عملنا لها محاضرة واحدة صغيرة كده حوالي تسعة دقيق وعايز اقول لك ان في شابتر كامل عن recombination dna او كورس كامل حوالي عشر محاضرات لوحده عن recombination dna مش متوفر دلوقتي على القناة بس يتوفر ان شاء الله يعني بعدين ده لانه التكنولوجي مهم جدا يعني محاضرة الخامسة بقى impact of biotechnology هنتكلم عن تأثير يعني ايه biotechnology سريعا كده وتأثيره بقى وتطبيقاته على الزراعة على النباتات على الحيوان على الانسان برضو علاقته بالامراض الوراثية وعلاجها او اكتشافها محاضرة يعني خفيفة برضو المحاضرة السادسة ودي مهمة لسبب ان ال genomic libraries اللي هو عنوانها لو عملت search عنها على جوجل او اليوتيوب او فيسبوك مش هتلاقي اي محتوى عربي بيشرحها حرفيا يعني ما فيش اي محتوى عربي او كانة عربية بتتكلم عن ال genomic libraries فمهمة انك تعرفها محاضرة السبعة والاخيرة هي model organisms ودي بينا من اسمها بنتكلم عن الكائنات اللموذجية او اللي بتستخدم في اقراء التجارب يعني بنستخدمها في اقراء التجارب كائن ايه بيستخدم لعلاج ايه او او كmodel organism ايه بالزبط محاضرة لازيزة وفاهمة علومات كتير يعني غريبة شوية بس مش تقيلة خالص بس وبعد كده بقى هتلاقي ال revision وهتلاقي المتحان انك تلتزم بالدرجات علشان تاخد الشهادة بتاعته واتمنى يكون الكورس يعني مفيد ليكم وزي ما قلت هتلاقي في description link الكورسات التانية في اكتر من كورس موجود على القناة هنا وعايزك تركز في حاجة وانت بتشوف كل فيديو من بتوع الكورس ده هتشوف اول كومنت وهتشوف ال description ال description مكتوب في تقسيمة الفيديو يعني المقدمة فين شرح نقطة كذا عشان تسايل عليك شوية كمان هتلاقي لو في ايه معلومة ما تقلتش في الفيديو او ما توضحتش بشكل كابي هتلاقي متوضحها في اول كومنت وهتلاقي متوضحها في description برضو فما تلساش تبص عليهم بالاضافة لانك هتلاقي لينك الكتاب ولينك ال bdf بتاع المحاضرة ده ده سابت في كل الفيديوهات يعني وبس واشوفكم على خير بقى ان شاء الله في اول فيديو او في الكورس كامل اللي هو تسجل كله اصلا سلام اشتركوا في القناة